السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عامليني الاخبار يارب تكونوا بخير وبالف صحة تكونوا مبسوطين النهاردة يوم تاريخي ويوم عظيم في تاريخ العرب كلهم الكل حاجة يعني النهاردة قبل ما نبدأ اي كلامنا حاجة مفخرة ويعد حاجة تعد مثل العبور يعني كان فيه 6 اكتوبر والنهاردة 7 اكتوبر يوم تاريخي في تاريخ الامة العربية بالاجمع يعني كل تحية للدولة العظيمة الحرة والاحرار اللي ربنا معاهم لازم ندعي لهم بكل توفيق وسداد وصحة وستر وربنا يقويهم على الرد المنتظر نه هم عارفين هم مش جايين تايهين ولا دخلين القصة وهم تايهين هم عارفين اللي هيبه فيه رد فعل اكيد منتظر ولكن هم عشان رجال تربوا تربية رجال وتربوا على التربية الحرة وعارفين اللي كلنا قدرنا مكتوب في الثانية كلنا انت قدرك مكتوب وانا قدري مكتوب وكل واحد قدره في الشرع مكتوب ولكن اللي انت قدرك يكون افضل حاجة في الدنيا اللي انت تبقى قدرك شهيد ده ارقى وانزه واعلى واعلى مرتبة في الدنيا وفي الاخرة بتقدم دمك لوطنك وبتقدم دمك للجنة كمان كلام كتير انا اقل من اللي انا اتكلم على الناس دي فكل التحية النهاردة لشعبنا لامتداد الجغرافي بتاعنا والامتداد الطبيعي بتاعنا والامتداد كل المفروض الوطن العربي كله قبل امتداد واحد ودول واحدة حدود تراب خلقها المحتل علشان يفضل فاصل بيننا وبين كل البلاد العربية مش بس البلاد اللي زي فلسطين بلاد كلها لولا الحدود في مشاكل في بلاد عربية الشمال افريقيا من غير ما اتخل ولا اقول في اسماء البلاد عشان الجزيرة مش عايف ايه والصحراء الغربية مش عايف ايه وحاجات ايه كلها حاجات خلقها الاحتلال قبل ما يمشي وسب لنا دولة محتلة كلام كتير يعني انتوا عارفين مش هندخل عشان يفضل يمص في دم المنطقة دي والمنطقة دي بدل ما بتقوي نفسها وتقف على رجليها الوحدها بدون مع بعض بدون تدخلات المحتل بل عكس بتقوي علينا يعني بتدخل المحتل هي بتعمل علاقات معها وتعمل تطبيعات معها ورغم كل التطبيعات ورغم كل المليارات اللي صرفت في التطبيع الا النهاردة نبض المواطن العربي ظهر لكل العرب وظهر لكل العالم وظهر لكل العالم مهما انت صرفت في مليارات على الهيافات والتطبيع ومسح وهوية الهوية العربية ومسح هوية كل الهوية يعني خلاص كل ده رغم كل ده لأ لسه المواطن العربي لسه بخيره ولسه فاهم قضيته ولسه مؤمن بقضيته انتوا النهاردة شوفتهم اكيد تخضيتوا يعني ده معلش انا اسف ان انا بدأت البداية ديت يعني ديت بداية كانت اهم حاجة اللي احنا لازم نشكر الناس ونتكلم عليها ونقف يعني لو بكلمة هذا اضع في الايمان يعني اللي بنعمله ده هذا اضع في الايمان بسم الله الرحمن الرحيم من النهاردة كانت مباراة نادي الزمالك ونادي بنك الاهلي دي كانت اول تحية حياة تانية بسرعة برضه قبل ما ادخل قبل ما ادخل في اللايف بشكر اوي 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 يعني اهل قرية القضاء اللي انا كنت قضيت معهم يوم من احلى ايام حياتي النهاردة هم كسبوا البطولة على مركز شبابه او او اه مركز شبابه ابو كبير مباراة كانت خيالية في رائع ابو كبير معلش هتكلم دي او الله ابو كبير العارف ممكن يكونش ده اهتماماتك بس ابو كبير لقى بشوت جامد اوي بعد كده شوت التانية تراجعوا للدفاع بعد كده ادرت ادر مركز القضاء يقدروا يعملوا رومنتدق قوية جدا عن طريق اللي نزل لهم رئيس مركز الشباب ونزل لهم الناس المحبة للمركز وكلموهم الحج سماعين والحج طارق طبعا الناس كلها عرفاهم هناك العمدة طبعا يعني يكلموهم قالولهم ملكوش دعوة بالجميع اللعب كورة فماتش حلوة اوي هنزل لكم ملخصات ماتش حلوة اوي نتبسطت كورة عالميا ما في الفرقتين كانوا اقوية جدا والقضاء كثبت في الاخر واشكورهم والدني هداية انا عايز اوريها لكم اولا بالمبدأ في اللايف معلش هو حاجة بره بره الزمالك وانا اسف لها بره اللايف بس انا بحب الهداية من النوع ده لانها بتقبل تقدير خاص من الناس اللي في الشعب والشعب هو كل حاجة الدنيا الحاجات دي وانا مبسوط بيهم بشكل غير طبيعي لان تقدير الجمهور او تقدير الناس اللي في الشارع ده عندي بالدنيا كلها وعندي باهم من اي جايزة في الدنيا فانا مبسوط قوي وشكرا للقضاء وكل اهلها لان انا اسف لو قلت اسماء حد وما قلتش اسماء البقيين كل اهل القضاء على دماغي وعلى راسي وانا بحبهم جدا 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 الاخر يعني بجده باتبسط وبخرج كل تقاص سلبية وانا هناك المهم نبدأ بقى مباراة الزمالك مباراة نادي الزمالك ونادي البنك الاهلي مباراة كانت النهار ده شفنا اكيد الناس مستنية كلهم انا جاي على اوزوري يبقى لي في فترة بالعكس النهار ده هو لعب حاجات مختلفة النهار ده وعنده اخطاء طبعا ولكن النهار ده هو النهار ده فيه فكرة بتتلاقي انا هم حاجة عندي مدارب يعمل فكرة انا هم حاجة مش مهم مكساب او اخسر والله اشتغلنا اشتغل يعني على الفريق واشتغل للناس تقدم كورة والناس تعمل فكرة في الملعب هل�arus ذا كان فيه تقديم فكرة فيه تقديم فكرة فيه سلبيات فيه سلبيات هنقولي السلبيات والإيجابيات تمام لكن النهاردة كانت مباراة زمانك بدأ بالهاي بلوك فيها دفاع فكرة جديدة ولكن طبعا هو مدربهمش دي مشكلة كبيرة جدا وخذوا بالكوا أستاذ محمد طالع طب يفكرني النهاردة منوفزاماتش وراجل البطولة كلها برضو كان واحد اسمه جيكا يعني من نفس القصة يعني المهم هعمله يوتيوب بعد ما خلص المفروض فالراجل اللعب بدفاع متقدم النهاردة طيب هي بس هي دي الفكرة دي هو كان بيطبق فكرة حسام عبد المجيدة يا معا والله العظيم أنا بس هسأل قبل ما ادخل في التحكيم وادخل في الماتش لأنا هدخل في التحكيم النهاردة أنا ما بحبش هدخل قوي في التحكيم ده الله أكبر ولكن النهاردة لا فيه لا ده مش طبيعي مش طبيعي النرفازة اللي كانت على تلعبت زمانك هتكلم دلوقتي بس النهاردة احنا عملنا الهاي بلوك حسام عبد المجيد راجل انت ده أنا بسأل سؤال والله ده سؤال لحضراتكم في اللايف هل حسام عبد المجيدة شباب النهاردة اتضرب على المركز ده اتحداكم يا لو هو اتضرب على المركز ده ولعب بهذا العباسية اللي كان فيها النهاردة ده يبقى هو لعب ما لعبش في قطاع الناشئين ثلاثة ايام فاعتقاد الشخص اللي هم قالوا له يلا نزل لعب هيا بنا نلعب وبناء عليه حسام النهاردة وقع كمان جنبه محمودة على انتوا عارفين محمودة بالأخص لما كانت عليه الناس الضغوطه المرة اللي فاتت يا جماعة لا لا الراجل ماشي كويس صد نهاردة تحيون غزة احسن الناس يا رب ربنا معاكم وان شاء الله انتوا يعني شراف الامة يعني في اديكوا في اثباتوا المهم حسام عبد المجيد خلى كوارث تحصل فيه كمان في الدفع هل الراجل بس هل الراجل بس يا جماعة والله انا بسأل والله سؤال انا بسأل بجد يمكن انا مش فاهم حسام عبد المجيد ده اتضرب على اللعبة دي لو اتضرب ماشي يبقى هو بقى الراجل ما عندوش فكرة خالص ما عندوش فكرة بثلاثة ايات ما انا لسه جايلك ازيادة هو انا لسه جايلك انت بس بستعجل تمام؟ فالنهاردة انا شفت الهاي بلوك ده وحش ومش نافع وفي وفي فرقة البنك الاهلي اللي انا بابا فاسيليو النهاردة انت شايف فرقة عملالك هاي بلوك لا مش ممكن يا جماعة المدربين والله العظيم ما بتفرجوش النهاردة بابا فاسيليو السازة ايمان السازة ايمان لاشين يا جماعة من الناس اللي انا محترم اللي احنا بنحبها جدا بابا فاسيليو الفرقة اللي قدامك بتلعب هاي بلوك طيب انت حضرتك بتحضر ليه انت اي كرة بتشتتها بتروح انفراد يعني انت اي كرة بتشتتها بتشتت بس يعني انت لسه بتشتت بس بتروح انفراد طيب حضرتك بتعمل بناءة هجمة من تحت ليه وغلطت فيها ليه لا بش فهمها والله يا جماعة والله انا حد يفهمني برضه بنقطة دي فقصة اللي بابا فاسيليو كان بشايف اللي زمالك متقدم وبيلعب غلط وها متقدم وعنده مشاكل في الدفاح وصامع مجيد ومحمود واضحة جدا ناردة عبغاني كان كويس على فكرة وانت كل ده اللي مش عايف تلعب الكرة الطويلة بس بس يا انت بس هتلعب الكرة الطويلة هتروح بتسلتاشر انفراد على الزمالك فما عملتش كده وكل الكور اللي جات خطورة على الزمالك كانت كور مشتتة من اللاعب البنك الاهلي فمش فهم بصراحة لحد ما جد يعني كل ده كنا المطش ماشي كده في الاتجاه ده الزمالك على فكرة بدأ كويسة جدا وكان فيه اكتر من اللاعب كويس وفي توقيت بحسك بتتوطر فأقولها عادي والله كان فيه اكتر من اللاعب كان بعيد يمكن عن مستوى الفترات الفاتتة النهاردة من اللاعبه كتير زي عبغاني قلنا وزي عمر جابر هنتكلم عليه حتى في الشروط التاني النهاردة عمر يعني مثلا ما كانش في البيك بتاعه الفترات الفاتت بقاله مطشين تلاتة عمر لأ النهاردة بيستخلص القرى بسرعة بيعمل ففيه لعبه بدأت حاول ترجع فيه لعبه تانية مثلا زي شلبي بنتكلم عليه الفترات اللى فاتت اكتر من مرة اللي شلبي هو نجمي الفريق و هو يastic الفريق من اسوأ مبرات شلبي النهاردة من اسوأ مبرات شلبي على مستوى الدفاعي على مستوى الهجومي على مستوى تقديم ايه هجمات على مستوى المشاركة في الدفاع على المستوى الأقلب دانية كل حاجة على مستوى الله هو اكبر على مستوى عدم التزديد الجيد في الخطة اللي هو دي من الإجابيات خطة أزوريو المهاردة اللي هو كان دايما بيعمل حبيبها هو وراء عالمي حبيبها أستاذ وليد الله يكرم اللي هو كان دايما بنحاول نحضر بنحاول نحضر بنحاول نحضر وبعد كده اللي بترجع للعابة النص أو لعابة الهفات وتشوت ودي كانت خطة باينة ودي من الإجابيات أزوريو المهاردة يعني هو كان عنده إجابيات هو كان عنده إجابيات طبعا الزناري بالنسبة لي نجم الشوت التاني كله لعد مخلص لما غيرنا الخطة ولما غيرنا الاتنين أنا سايب التحكيم لوحده لا مع ما عليش أنا عارف المفروض أمشي أمشي بالتحكيم لأنه هو أول حاجة وهو أبرز حاجة بس أنا سايبوا الواحده لأنه فيه كرسة حصلت النهاردة فالنهاردة الزناري نزل عمل شوت ممتاز قراراته كانت ممتازة الباسنج بتاع الأسست في الشوت اللي هو هدف زيزه كان ممتاز كل حاجة النهاردة كويس هنقول له أنت كويس ولما بيبقى وحش هنقول له وحش هو الرجل ده للزناري هو بيلعبه في المكان ده ده اللي يليق في المكان ده الوحيد عكس حسام عميجيد وهو قال له كده قال له أنت عندك لسه مشاكل وخضى من الزمانك ده كلام بن أزوريو والزناري أنت المكان ده ممكن تعمل أنت سريع ممكن استخدمك قدام الزناري لو قدر يزبط الأوفر وده بالتدريب المفروض لو قدر يزبط الأوفر ممكن يبقى تخت الباك الوينجر ده أو الباك اللي في ثلاثة خلقت منه باك في الثلاثة ده هتقبى خياليها القطة كده بس لما لقيها هاي بولوك ممكن أرجع باليبرو وراء عادي أو أرجع بالفريق وراء لأن الثلاثة كمان تسابوا كمان عشان ما نظلمهمش الثلاثة كمان تسابوا زي ما نقوله تسابوا الوحدهم لعبة نص الملعب المدافع والأم يدفعوا معهم والهفاط زيزوش ما دفعوش بالشكل الأفضل فسابوا يعني الشباب كلهم مفتوحوا يعني اللي برضو وراء طلع عينه والنهارده الوحيد المتنفس الوحيد الرئة لنادي الزمانك وفتوح تاني عشان بس بصت الله ففتوح احنا مستنيناك انت مكانك هنا شكلك هنا كرتك هنا دي الكرة بتاعتك أعتقد يعني عن أي مكان تاني بس كلمة موصة فالنهارده فتوح قيمة لأنه ليه قيمة فتوح ماش بس عشان بلعب على الخط فتوح فيك ان الرئة الوحيدة المتنفس الوحيد النادي الزمانك ندخل ده ده الملخص بتاعت الماضي هتكلم على شكبالة وهتكلم على الحكم بشكل كبير جدا ندخل في الحكم الأول ونكلم ليه اللي يقول لك شيكا انتهى وليه جمهور زمانك بيحب جون شكبالة قوي حتى وليه بيحب جون شكبالة بشكل قوي النهارده زيزو جايب جون والناس كلها بتتكلم على 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 شيكا أكتر يعني بشكل أجل النهارده دي السلبيات انت شفت حاجات غلط بس غيرتها الشروط التاني ودي حاجة كويسة تاني حاجة الزمانك مش هيفضل الشروط من بره لأنه مش ممكن لو في فرقة عاملة بلوكات لازم الزمانك يدخل للمنطقة فكرة لو أتكلم عن اللي أنا هلعب بمهاجم وهمي ودي عجباني أو اللي أنا هلعب بمهاجم وهمي الزمانك فرقة لازم تجيب الجوان ولازم تروح للجون كتير فالزمانك بس هيعتمد على التسديد من بره بس ممكن يتعمل لك بلوكات وتتقفل فالزمالك فالزمالك لازم يفكر إزاي يعالج النقطة الهجومية دي عارف اللي الراجل عنده معاناة طبعا اللي مفيش ورق في إيده النهارده مثلا بيلعب نضاي بس نضاي خد وقت طويل جدا أنا مثلا كنت أبدل نضاي مكان سيف الجزيرة بدل في التبديلة الأولانية هي تتقبل شوف بقى شوف هي افهمني بقى عشان نكمل مع بعض هنزل صور القضاء إمتى ممكن النهارده شوية ممكن بكرة لان لسه راجع والله حالا من القضاء لسه داخل البيت حالا لسه داخل البيت حالا فأنت لازم تفكر إزاي في حلول هجومية للفرقة مش ممكن تعتمد على التسديد من بره بس مش ممكن تعتمد على فاول والناس تجيبه لك براسة هو بس فالقصة كلها ممكن يكونش عندك فعلا لعيبة تقدم لك كده وانت عندك مزدوق في القصة دي فتغيب دي لابتاع تسفي الجزيرة ممكن تتقبل الفرود خلاص من أن هلعب عشرة فهنا هشيري الفرود لكن هو الأصح نضاي لأنه نضاي وحش في الملعب والله نضاي كان وحش جدا في الملعب ووحش واستنيت ووحش واستنيت تاني نقطة بالنسبة لشيكة قبل ما يدخل في شيكة العموم في نقطة شيكة يا جماعة مش مش ماشيين معنا واحدة واحدة شيكة خلاص كبير في السن دي خلاص حاجة يعني كلنا عارفنا شيكة لو أنت لما قلت لما أنت بتسمعني في الليفت دايما لا هتلعبوا جناح دا انتحار دا انتحار لازم شيكة بجنب البوكس أو جوه البوكس هيرفع لك رفع حلوة اللي هي البلسنج اللي بيعملها دي هيديك جول وهو دا خلاص يعني مفيش غير كده دا بالعakl بالعakl والمخ واللياقة شيكة يا جماعة بس عشان عبلا شيكة اللعبة في نص مستويه وعمل نص مستويه بتحلل بقى لها 5 سنين في الستوديو 5 سنين ومش بالقوة بتاعته يعني مش ب قوة شيكة المهارية ولا بمهارة شيكة ولا بحب شيكة للجماعة ولا حب بقالهم 5 سنين في الستوديو 5 سنين بيحللو فخلاص احنا عارفين ولازم الناس العقلة في الكرة وبفاهمة كده شيكا تسعى ونص بجنب البوكس يا اما جوه تسعى زي ما انت عايز تلعب مهاجم وانت عادهولي على الجناح ده استحالة ده انت كده جنان اختلال عقلي لانه ولا هيعرف اللي كان بيعمله زي ما حتى كورة زيزو الجن الاولاني خد بالك ودخل وعمل نفس الاطعة بتاعته ونفس الحاجة بتاعته المفروض يشوت هو لو الفكرة اللي هو جاي من شوية من دول دي عطلته لنما المرة دي خدها ومستبطوا شاط لانه هو جنب البوكس قربوا من البوكس كل اللعيب لما بيقرب شيكا ما قرب من البوكس هيجيب لك يا اما جون هيرفع لك واحدة هيعمل خطورة انما طول ما هو بعيد عن البوكس طول ما هو بعيد عن البوكس هتوب بكارسة فالناس تقول عليه وانا والله ما دفاع عنه عن شيكا دلوقتي اه ده هو اللي وحش ده مش المفروض يا عاتيز ده مش عافق ايه لحد دلوقتي والراجل في السن ده هو اللي بينقذك دايما في اوقات كتير فلازم الناس تبقى فهم الفكرة دي الاوقات زي زيزو اوقات لما انت تخط زيزو هون بسنه الصغير وكل حاج لما تخطه شمال وقت طويل جدا وهو خلاص مش مشه معاه انت كده ظلمه قدام يا استاذ احمد سياد بقول لي احمد عبرقوف اصغر منه اكبر منه بيدر يعني ما قطي فالنهارده اللقاء البدنية عليها سلبية كبيرة جدا شكل الخطة اللي ما تغيرش وانت شايف دي السلبيات الكبيرة جدا في خطة بتتعامل اللي انت بتحضر وتشوت ده الايجابيات لكن لازم زيماك يهتم باللقاء البدنية النهارده شوفنا شلبي مش معقولة بواقعة كده بالشكل ده زيزو اوقات كتير نضاي طبعا البقاء اللي الاقوى فاللقاء البدنية بتاعت نادي الزمان كمش شايفها احسن حاجة ديفندرات بتجي تهنج زيماك الشوت التاني عمر جابر عمل اكتر من كرة استحواز اللي الاهلي بيعملها ها اللي الاهلي بيقدر يعملها يعني الاهلي بيقدر يعمل الكرة دي بشكل قوي جدا اقوى فرع في مصر بتعملها الاهلي بيستحوز على الكرة بشكل مرعف النهارده عمر جابر حاول ياخد الكرة دي اكتر من مرة والزيماك حاول يعملها في الشوت التاني اكتر من مرة فالزيماك لما قدر ياخد الكرة فالكرة العالية حتى لو راحت تشتيتها مش هتروح لها انت بتاخد الكرة انت بتاخد الكرة فخلاص مجرد انت خدت الكرة فهمتني انا قلت لك التلاتة اللي ورا رغم طبعا السوء اللي فيهم هم تظلموا ليه lagann انت اصلا سايبهم مستبحين لكن لو خدت الكرة بسرعة لها حالème دي لازم تفكر فيه لو اللياقة البدنية عالية هتاخد الكرة بسرعة فلازم ازamingك يفكر في اللياقة البدنية شوف مدرب اللياقة بدنية جامد اجمد لازم يفكر في حوار اللياقة البدنية ده لانا قدرت تاخد الكرة انت مناعت اصلا الكرة توصل للخط الدفاع اللي هو ضعيف اللي هو ضعيف وورا حارس مرمى طبعا شبح يا جماعة فيه فرق طبعا انا نفسي برحل لسه بقول لكم لازم ندعم هؤلاء اللاعبين على حد المستوى ده لحد التعقد لكن المرة الخمستاشر نفس الحارس بيعمل اخطاء طفولية ومش بس الجون اطلع في الهوى فاضي اسيب الكرة اطب تلات مرات على مدجيلي انت الان قاعد مرعوب انت كمشجع زمال كاوي قاعد مرعوب لمجرد اللي الكرة بتطرفع جوه الثمانتاشر لمجرد الكرة زيزوا رجل مباريات كلها لما بتكلم على فكرة تانية المجرد الكرة بقت بتطرفع جوه الثمانتاشر انت بقيت مرعوب صح ولا يا جماعة انت فعلا يا استاذ عمر اهو بيتكلم انت محتاج مدرب احمال اجنبي ومدرب حراس اجنبي وعلى فكرة مدربين الحراس مش غليين مدربين حراس الاجانب مش غليين لكن النهاردة اي اوفر بيت اي اوفر سيبك من الجن يا عم ممكن الجن بدلك خلاص اوصل معاك للاخر اهو انت تلات اربع مرات كده تلات اربع ماتشاط خمس ماتشاط اجوان هايفا مدخلش في اطفال ماشي سوق حظ سوق تاوفيه عندما تقدير الكورة في ماتش ارتاسولار اللي هناك اصلا اللي فتح اللي خلي ارتاسولار دي تدخل نتو نتو للزمالك وتخلينا نموت وعرقنا تتعامل وانا هنموت على اخر السيزو الكورة برضو اللي قدرها غلط في الطلوع في الهدف الاولاني فالخروج الزيادة فيه انا مرعوب كل ما الكورة بتدخل المنطقة فيه كهربا سيبك من الجن يا عم خالص لكن مش معاولة اطلع على الهوى كل كورة مفيش جن زمالك بيطلع على الهوى كل كورة دي مفيش مش ممكن فانت وراك ثلاثة مدافعين هه لسه واحد بيرجع ثقته بنفسه والتاني قليل شوية بس بنحاول معا بتاع بس ملاحبش على الهوى دي خالص دي تجربة فشلة ولازم يعني ما تتكررش ووراهم جون شبح فالقصة صعبة اوي اوي يعني اوي يا لو سمحت محمد الصبح لو سمحت يعني تزارك للجمهور النهاردة زي ما انت روحت مش اللي انت تروح للجمهور وتعتذر امسك الكورة السهلة بس بس يعني امسك الكورة السهلة بس مش طالبين منك هذا الاداء العظيم في اللي انت تنفرد اخر ثانية في المطش انا والله العظيم ده من اي كورة بتتحط في زي ما مش ممكن ايه التحكيم التحكيم قبل شيك هل خلنا نقفل بشيك التحكيم مش ممكن يا جماعة ايه ايه ده ليه ايه ده يعني فيه ايه فيه يا جماعة الزماني الجسة هامدة والله العظيم مش محتاجي اللي انتوا تخلصوا اوي كده الزمان خسر نقطتين في مطش المقاولين بشكل مباشر باعتراف لجنة التحكيم باعتراف كل حكام مصر نقطتين في مطش المقاولين خسرهم بفعل فاعل قادي نقطتين النهاردة لهو اخدهم مع نقطة بريمتز كان النهاردة المفروض الزماني كيبه سبع نقط ده المفروض يبه تسعى بس اوزوريو يعني خلينا نتكلم في النهاردة سبع نقط الزماني كان يوم بها سبع نقط يبه لسه عنده امل عنده امل اللي هو ان شاء الله يفضل يجمع في النقط كده لحد يناير وياخد اكبر عدد نقط متاح لحد يناير ويقدر يجف شوية يسنده مع هذا الفريق اللي فيه تراهولات كتير في مركز كتير فبتخلي فيه امل لكن انت بتقدر على امل ليه من الاول أنت حصل يعني ايه تجاري يا جماعة كاللمهم تجاريا عشان الدور يفضل يتباع والدور يفضل يجيب فلوس والدور يفضل فيه مشاهدين للنادي الاهلي حتى يعني لا انا مشاهد للنادي الاهلي والدور خلص من بعد اربع مطشاط هتفرج على بيت المطشاط للنادي الاهلي ليه انا هجيب لك انا هبنزل يا جماعة عشان بس الناس ما بتصدقش النادي الاهلي طبعا شعبية كبيرة جدا هنزل لكم القهوة القهوة يعني الدوري السامة فاتت حسن بدري وده مسزن بالاهلي عشان فيه بعض المخوم دايق جدا دوري الاهلي السامة فاتت يستحقوا عن جدار انا بكلم في فكرة عامة حتى تسويقيا انت لما الدوري بتحسن بدري الناس ما بتتفرجش على القهوة يعني الناس ما بتعودش على القهوة وتتفرج حتى الاهلي اللي هو المفروض بطل البطولة الناس خلاص ما يتفرج على ايه انا النهاردة هلعب امبي وانا فريق 35 نقط هتفرج ليه يعني فانت تقضي على المسابقة تسويقيا من الاول انت ازاي كده يعني انتوا بتفكروا ازاي قضاء على فريق اصلا هو جثة هامدة اساسا وميت ليه ليه يعني ايه الفكرة لان النهاردة الكرة دي ده بالعكس شابول عواد شابول عواد شابول عواد تمان 3 ا4 شابول عواد ايا مع كاتنبرج اعرف الفيزا لا رجعوه كان افضل من الراجل اللي موجود ده وكان بيحاكم الحكام الحكام على فكرة хатى في المبارات الاتحاد عامنين مشكلة في المبارات المصري عامنين مشكلة في كل المبارات فيه مشاكل في مشاكل كبيرة لا رجعوا الراجل كلاتنبرج ده تاني افضل اكيد من ده لان ده ولا ما شوفتش اي تطوير للحكام او خاجهوا بقى واحد مصري ما هي المفروض خلاص بقى وفر الدولار لان انت هو ايه اللي بيعمله والله العظيم يتكلم في موضوع عام دلوقتي ما زمانكه اهل ايه اللي مفيش اسبوع بيعدي من غير 3-4 اخطاء كبار فالنهار ده برافو برافو عواد في الكرة دي جدا اللي هو وسع وعمل وخلى ونزل رأسه لتحت وعمل كل حاجات بين للحكم اللي مستفز جدا اللي من اول ثانية نازل يدي انزارات للعائب تزمانك زي محمود علاء وكتفه اللي من اول ثانية تغضع عن انزارات كتير لفلقة البنك الاهلي كانت ممكن بعد كده تقبط رود فهو مستفز مش فكرة اللي هو حكم هو مستفز من اول لحظة الحكم عادهله مرة واثنين وثلاثة وخمسطين طب عادهلي كده طب بقها هتهلي من وراء طب هتهلي هو مش مقتنع فعلا هو مش مقتنع يعني هو لدرجة اللي هو عادها من كل الجهات وهو قال لك لو انا رجعت وما حسبتهاش يبقى اللي اتمنى ان هو فيه عندهم انا جماعة هم عندهم انا عندهم غرور استاذ نبيل هو بيفكرني بيقولي الخطأ لو مقصود انما الفارين ده انما الفارين دهك وتشوف كلها من كل الزوايا وترجع تصرع على قرارك لسه نجاي تشوف سبحان الله برد على التساؤلك استاذ نبيل هو عنده غرور ازاي 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 نحسبها طرد والراجل ابراهيم نور الدين اسلوب حياة ابراهيم نور الدين كان حكم ممتاز وعلى فكرة هو معروف حكم ممتاز ده كمان جد والقلاوي ممتاز فيه حكام في مصر كويسين مش وحشين على فكرة لكن فكرة مش بس اللعبة الكورة اللي عايزة كل الناس في ماتش في حتة كده ودائما الحمد لله حتى احنا على مستوى الشخصي لما ربنا فاكرين لهم موضوع مرتضى ومشيناية ومتاعه قلتهم لا كنا لازم نقف على الارض شوية لان كان فيه الواحد ممكن يحس بغرور شوية من الاراية الكتير بس لازم الناس يا اما تقرأ خلاص مش هتقرأ يتجيبولهم لايف كوتش يا جماعة الغرور لما بياخد البنا ادم وبتخليك فحس انت فوق الناس بتغلط فهو جاي انا مش هغير قرار مش هغير قرار لان انا جامد قوي مين اللي في الفاردة هو ده جواه يا دي مشكلة هو ابراهيم نور الدين وناس كتير جدا المنطقة دي انا مين انتمين بالنسبة لي في الكور فكارسة النهاردة التحكيم كارسة مش بس على فكرة في كورة الطرد هو فعلا طول المطش مستفز طول المطش مستفز انذارات من لا الزناري بس يقول لها كابت انذار محمود علاء في أول ثانية انذار ايه يا عم ده ايه ده شوية ايه ده شوية ايه ده شوية والله احنا ماشينا على الارض الشيخ الشعروية كان بيعمل ايه وانا متعلمها طبعا هذا القيمة في مرة لما الناس طبعا مع فوري التشبيه بس انا احنا بنقول احنا بنتعلم فبنشوف الاسر الطيب فبنتعلم منه لما شعروية الناس شالته من على الارض بالعربية وحس اللي هو حاجة ايه ده الناس بتعمل كده راح نظف حمامات الجوامع علشان ينزل يحس لا راح لوحده وقام داخل وقام داخل نظف الحمامات بتاعت الجوامع فعشان ايه لا اكسر مناخيرك شوية يعني ما تعلمه من الاسر يعني انتعلم من الناس دي كلها والله يبص الانسان احنا كنا في الازمة اللي فاتت دي فعلا حتى في الازمة اللي احنا يعني انتوا عارفين اللي كانت حصلت بتاعت الشرق ثانية واحدة كنا مع السلامة ثانية واحدة كنا مع السلامة النفس رايح ونفس داغل والله الدنيا سهلة اوي الدنيا بذيطة وسهلة اوي شي كبالة ليه شي كبالة الناس بتحبوا اوي الناس الناس جمهور زمانك بيحبوا اوي اللي بيحتفل بيجونوا اكتر من اي هدف تاني بتاعت ربنا دي الاول حب الناس ده بتاع ربنا ده مفيش بص وزداء تاني عايدها ممكنش كبالة ما يكونش عمل اكتر حد يعني حور يعني ساعات بيجري برضو حاجات معلش حتة شخصية برضو شوية يقولك انتوا بضو منش فتخيلش كبالة اللي كل العالم بيجري ورا ده عشان يصوروا وامراء بتكلموا عشان تديلوا بس مجرد ده انا في قطر احكي اول مرة الموقف ده في قطر جابونا هدايا وقت المطش بتاعت 19 المقاطعة يعمل مقاطعة ويشهد على ذلك ناس في الكهف كانت شغلا في الكهف فطبعا رفضنا فالرجل عشان الصور وكده طبعا انتوا عارفين كان فيه مقاطعة سياسية وكانش كبالة الصور كانت تبقى مشكلة فرفضت قلت له لا مش هينفع تعمل المشكلة قالك انا بس هبعطيله الهدية وما بتصور معا ولا عايز يعرف انا مين اقسم بالله فبرضو احنا لقنا لان شيكا بما كان لقلي بص يعني مرتضى حطيت لنا اثنين على القوضة بتوعي يعني حطت في كل دور ام واحد وحطت الله اكبر وحطت على القوضة بتاعت انا اثنين وواحد كمان فالله اكبر علينا حاجة بتاعت ربنا بيقول لك هو اصلا شيكا بخدش حاجة من الزماجة عشان يدفع حاجة لحد اصلا ربنا يعني واننا جماعة مضحكين فشخ يعني تقولوا على العيب جامد بقى معا 15-17 مليون نيقول الكلام ده او محتاج حاجة من الميديا او محتاج حاجة من الميديا كل برامج شكا بلا عنده تلات عروض بارقام خيالية دلوقتي لبرامج ميديا واسه هو بيناقي دايما يعني او عمر قديب سعاد يونس والله العظم والناس عارفة ها تلات عروض وهو طلعنا في حاجة كده يعني بس هو احنا طلعنا في حاجة كده بس يعني مش عارفة مش عارفة اقولها ازاي دي احنا طلعنا في حاجة في برنامج هيتعرض قريب بس ده كده يعني مش عشان انتم عارفين بقى احنا اخر الليل ماشي ففيه هيتعرض يوم 16 تقريبا يعني ف والناس هناك هتشوفوا حاجة خيالية مختلفة عن كل عن كل الحاجات اللي كانت قبل كده يعني حاجة حلوة قوي هتشوفوا البرنامج عايز احرق يعني بس هتشوفوا حاجة حلوة قوي هتشوفوا حلقة تحفة يعني تحفة هتشوفوا مختلفة عن كل فسبحان الله الناس الناس حتى اللي كانت في المكان ده نزلوا وناس تقيلة جدا يعني قالوا لي يا ابني ما هو جيه ناس كتير جدا ليه ازاي كده هم بيسألوا هم هو كده سبحان الله وسبحان الله حاجة بتاعت ربنا فده ده اولا الحب ربان هو ايكونة شعبية للجميل الزمائق حسين اللي هو منهم حسين اللي هو عاش معاهم السنين دي اللي فاتت والسنين اللي جامعة بيشيل وعارفين وقصة شكبالة تاني اهو يا جماعة فكرة السن عشان بس والله لان يا تلعبوا في مكانه اما تيجي تحاكم شكبالة وتقول له الماتش اللي فات انا بس فكرة الفكرة بتاعت انا بحبش انتنزل حاجات اقولها عشان سحب شيكا وبيش عارف ايه والجودة شيكا فيه بسبرينتات في الماتشا ارتا سولار اسبرينتات دفعية اسبرينتات دفعية بيرجع فيها تمام واخدها فيديو بس والله لي بنزلها تمام شيكا بحاول على قد ما بقدر بس انت لازم تراعي كمشجع زملكاي على فكرة الكلام لمشجع الزمالكاوي لازم تحسب فكرة السن ولازم تحسب فكرة اللي هو لو بيلعب في مكان فعلا بعيد عن فكرة السن هتقبى كارثة صعبة انا بقول لكل بقى في ناس زميله اللي كانوا معايا مدربين يا اما محللين بقى لهم خمس ست سنين فقطر خيره اللي هو قادر وقادر في ظروفنا اللي انتوا شايفينها دي وحب جماهير الزمالك لشكبال او حب على فكرة والله العظيم انا بقول لك اللي انا بقول لك ده في ناس ما بتحبوش في جمهور النادي الاهل كتير وبتقراهوا بشكل كبير لذلك الجملة بتاعت الشي كانتها تاني عيدها هي القلق ده كله حصل بسبب شكبال القلق ده كله حصل بسبب شكبال فيه ست بمناسبة المجتمع وانه وانه وحافظ على اصولة المجتمع المصري فيه ست يعني قروية فلاحة انتوا عارفين احنا بنحترم كل الناس لسه جايين بس قالت مش عارف ايه محمد صلاح لازم يرجع على النادي الاهلي اللي هو بيته زي كثير من جماهير اللي بتشجع كرة كده وخلاص فهي مش عارفة هو اصلا كان بلعف فاكرة ليفر بول ممكن يكون هو النادي الاهلي يعني او مصر هي النادي الاهلي لانه بلبي صحمر فهي ده اعتقادها ماشي ماشي طب هي مفيش مشكلة والله عادي الجهل القروي مفيش مشكلة عادي نسيت على الله كده وطيبة ومخترمة وشكلك بس قامت ايه لجملة تانية بعدها قالت لك واللي انتخب الزمالك امه صح ما سمعتوها اكيد يعني صح كل جروبات الانديها المنافسة لنادي الزمالك شايرت البوس وافتخرت بيه وست زي العسل والله ايه الجمال ده والله ايه الامر ده ست المفروض ست اللي هي كراوية ست فلاح اللي احنا بنفتخر بيهم بوس ايديهم بقول لهم الله على اصلتكم والله اللي انتو مؤدبين الناس كلها بتفتخر اللي هي قالت الجملة دي فانتو تخيلوا هؤلاء نفس الناس دي اللي بتيجي تتكلم على فكرة القص والمجتمع المصري ولازم نحافظ على المجتمع المصري وتقاليد المجتمع المصري نفس الجروبات نفس الناس حفظوهم بس نفس الجروبات وبعلموا عليهم يا جماعة لشان الله ايه اللي عسلية دي انت جميلة قوي ياختي وهي اصلا مفروض المناطق دول بالاخص هم اللي علموا الناس للأدب هم اللي علموا الناس اللي احترام هم اللي علموا انهم الناس مقالت كده الله طلعوا السابع سابع بس في اي مزايدة حقيرة على حسب انتمائك هي مزايدة حقيرة مش اكتر شيزوفرينيا فعلا ما انت قصت امام عشور وحسام عشور فرق ما فيش ما فيش اي فرق انا وحسام عشور عجل مزهد زي ايوم مر لبس تشيرت الاتحاد وزي مالكوية كتير زي وقالوا مني في البسط ده قلت لهم دي لحظة ها دي لحظة انا حزين من نسبة لها والناس فاكرة اللي حسام عشور يلعب في نادي تاني غير النادي الاهلي رغم عدم انتمائي للنادي الاهلي ان انا بعتبره اسطورة من اساطير النادي الاهلي وانا بحب الاساطير تنهي كده بحب الشكل ده للنهاية بتاعت الاساطير وحسام عشور شاء من شاء وابا اسطورة راجل واخد كمية بطولات للنادي الاهلي كبيرة جدا ملتزم عمره وكان اللي جرجر اصلا حسام عشور للموضوع ده حتى لو هو غلط اللي جرجر حسام عشور حتى لو هو غلط هو مين اللي فتح الباب لتورك يا جماعة بس ومين اللي خلى تورك يتوغل هكذا في النادي الاهلي ويمضي ده ويقعد مع ده ويدخل للتيتش ويعمل ماشي فاللي جرجر حسام عشور اصلا في الاصل هي قدرت النادي الاهلي هي قدرت النادي الاهلي والله او جرجر غيره وانا فتحت الباب انا اعتبر لو هو غلط وانا اعتبر لو هو خطأ هذا اللعب التاريخي الايكوني النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي مهمنيش الادارة موقف الادارة هي حرة فيه الادارة عندها 4-5 اخطاء بالنسبة لي في الـ 5-6 سنين وده على فكرة رقم مقبول يعني بالنسبة لاخطاء اخطاء كبيرة يعني في قيمة البراند بتاع النادي الاهلي او قيمة لكن من الجمهور هنا الجمهور لقيت الجمهور فعلا ده اللي صايب علي فكرة تغيير ده انت قبلت واحد هانك وسبك كجمهور وهانك وسبك كرموز وهانك وسب النادي الاهلي وقبلته بكل سوقاته اللي عملها فيك جوة النادي الاهلي ده مجرد ان هو لسه بلعب كورة اللي هو يحط لي جوان كتير اللي هو لسه في الموجود في الملعب وما قبلتش اعتزار ابنك اللي هي ما شالك اللي هي ما وقف معاك ايه ده فده جمور بقى انا هكلمه انت بحبش ايه كلمة لسه هكلمه على حتى دي اصلا بياخدش حياء المجتمع الماضي انت لسه بتفتخر بستة كروية في القرية المصرية النظيفة اللي لسه المفروض فيها الاصالة بتفتخر اللي هي بتقول لها الالفاظ دي نابس مرتضى منصور قال ليه الادب ومش عايف مين مش عايف ايه ونحن لازم نقف بتفتخر افتخر رهيب نتقابل على خير دايما حاجات القضاء اللي انا بحبهم جدا ان شاء الله ومشان النهاردة يبقى بكرة هحاول حنزل الحاجات النهاردة بس لسه تدخل الله حيلا ممكن يبقى بكرة ان شاء الرحمن كل حاجة فيديوهات هتوب بكرة ممكن يبقى في شوية صورة دلوقتي سلام ونتقابل على خير دايما